الرقية تكون بكلام الله تكون بأسماء الله وصفاته العليا تكون بالأدعية والأوراد التابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والرقية ينكر للإنسان أن يقوم بها مباشرة بمعنى أن هذا الإنسان يقرأ على نفسه ما تيصر من كتاب الله تعالى بما يحفظ ليس شرطا أن يحفظ القرآن كاملا وليس شرطا أن يحفظ آيات بعينها ولكن يستطيع هذا الإنسان أن يقرأ ما حفظ من كلام الله تعالى فلو أراد إنسان أن يقرأ مثلا الفاتحة والفاتحة هذه من أعظم صور القرآن الكريم ومن أعظم الآيات التي يشفى بها وقد ورد وصح الحديث بذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أن صورة الفاتحة هي شافية وهي منجية وهي كافية ولها عديد من الأسماء فينكر الإنسان أن يتوضأ ويتوجه إلى الله تعالى ويقرأ هذه الصورة على نفسه أو على ولده أو على زوجه أو على أي من أحبائه يقرأها سبع مرات يقرأها إحدى عشر مرة يقرأها ما شاء الله إذا كان لا يحفظها إلا هي ويقرأها بنية صادقة ولا شك أنها علاج ولا شك أنها دواء ويقرأها بنية الموقن بتأثيرها لا يقرأها كما قلت بعض الناس يقرأها بنجرب نشوفه لا يقرأها بنية الموقن بأنها شافية واتبت أن الرسول صلى الله عليه السلام والحديث معروف صحيح البخاري أنها تعالج حتى السم تطرده من الجسم الفاتحة إذا قرأت سبع مرات على المكان الذي دخل فيه السم أفعى أو عقرى أو كذا فإنها تطرده من الجسم فكيف بغير ذلك من الأمراض النفسية أو المعنوية أو غير ذلك الإنسان يقرأ أواخر صورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون الإنسان يقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تاخده سيرة ولا نوم الإنسان يقرأ صورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد الإنسان يقرأ صورة الفلق قل أعوذوا رب الفلق الإنسان يقرأ قل أعوذوا رب الناس ملك الناس إله الناس أنا أذكر هذه الصور البسيطة التي يحفظها جميع الناس والتي يعني يصلون بها صلواتهم يعني ثم الإنسان إذا كان يحفظه ما شاء الله من الآيات أو من الصور القرآن الكريم فله أن يقرأ فله أن يقرأ أوائل صورة البقرة له أن يقرأ أوائل صورة الصافات له أن يقرأ قول الله تعالى وإلهكم وإله واحد له أن يقرأ واتبعوا ما تتلو الشياطين على الملك السليمان إلى غير ذلك من الصور والآيات القرآنية التي هي يعني في هذا الموضوع ويقرأ كذلك آية شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين يا الناس قد جاءتكم وعياتكم ربكم وشفاء المفسودور وإذا مرد فهو يشفين يقرأ الإنسان بكون هناك ولذلك هذه الأمور الآن صارت متيصرة صارت سهلة صارت منظمة ولذلك الإنسان من يبحث على آية شفاء يجدها الآن غير حركة في جوجل يجد الإنسان آية شفاء وطلع لكلها معزولة مجادة مرقمة بصور ديالها بالمواقع ديالها يمكن الإنسان يقرأها يمكن الإنسان يقرأ آية العيل الحافظة من العيل آية الحافظة من السحر هذه كلها الآن أمور ولكن القرآن كله كله القرآن كله كل ما قرئ منه فهو شفاء وهو دواء فلذلك أنا كما قلت الرقية بعض الناس ربما كيسحبها بأنها شي حاجة اللي هي صعبة أو شي حاجة اللي هي مستحيلة وخصو ديها وحط طقوس معينة خصو لابد لا لا الإنسان يمكن أن يرقي نفسه بنفسه طريقة بسيطة أو سهلة غير كما قلت يكون عند الإنسان إيمان يكون عند الإنسان يقين يكون عند الإنسان اعتقاد يكون عنده صدق التوجه ويكون عنده قناعة تامة بأن هذه الرقية التي قرها شفاء دواء موسيقى ترجمة نانسي قنقر